من برح وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج افتتحت جلسة تداول البورصة المصرية وده كان احتفالا بمناسبة دخول أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في سوق المال قالت وزيرة التضامن أن الوزارة بتدعم وبتشجع تمكين ذوي الإعاقة في كل المجالات وأن هي دلوقتي شغالة على إعداد حملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية لذوي الإعاقة ودمجهم في كل القطاعات الخاصة بالدولة